ونعيد على حضراتكم سهلات وسهلات بيان وزارة الداخلية حيث ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استكمالا لجهود التحري والرصد والمتابعة تمكنت بفضل الله تعالى الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على أحد المدقيمين وهو لبناني الجنسية يدعى أسامة محمد سعيد خياط من مواليد الكويت 1975 بتهمة انضمامه لتنظيم داعش إرهابي وهو المنسق لرسال الإرهابيين وممول مالي وداعم لجستي للتنظيم ما أوضح بيان وزارة الداخلية أن المتهم الأول لديه موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت تحت إدارته وإشرافه حيث يستغله في تأييد تنظيم داعش الإرهابي وقد أدل المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية كشف خلالها أنه عقد صفقات لشراء أسلحة وصواريخ من نوع FN6 لصالح ذلك التنظيم وأنه على اتصال دائم مع قيادي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا كما قرر المتهم باعترافات كاملة بعقد هذه الصفقات في أوكرانيا ومن ثم شحنها إلى تركيا ومنها إلى تنظيم داعش في سوريا كما اعترف أيضا المتهم بطباعة طوابع وتصميم أختام عليها شعار داعش الإرهابي وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركيا وسوريا وقد اعترف المتهم على عدة أشخاص داخل دولة الكويت هم شركائه في ذلك التنظيم وهم عبد الكريم محمد سليم سوريا الجنسية مواليد 1962 وهو تاجر سلاح لديه شركة أوكرانية وقد جهز لشراء صواريخ محمولة على الكتف وأجهزة لاسلكية تم ضبطه حازم محمد خير طرطري سوريا الجنسية مواليد 1984 يعمل بأحدى الشركات وقد تم ضبطه وائل محمد أحمد بغدادي مصري الجنسية مواليد 1974 وهو عضو بتنظيم داعش الإرهابي تم ضبطه ركان ناصر منير العجمي وهو كويتية الجنسية مواليد 1988 وكان يقوم بتقديم الدعم للمتهمين في أعمالهم الإرهابية وتم ضبطه عبد الناصر محمود الشوى سوريا الجنسية مواليد 1987 تم ضبطه كما كشفت الاعترافات عن وجود أربعة عناصر آخرين يتبعون التنظيم في الخارج وهم هشام محمد ذهب وهو استرالي من أصول اللبنانية خارج البلاد مواليد ناصف وهو سوريا الجنسية ويعمل صرافا في مدينة أورفا تركيا القريبة من الحدود السورية أيضا خارج البلاد ربيع ذهب استرالي من أصول اللبنانية أيضا خارج البلاد محمد حكمة طرطري سوريا الجنسية مواليد 1980 ويقوم بدور التنسيق المالي والاتصال الخارجي وهو أيضا خارج البلاد وقد تم إحالة المتهمين الذين تم ضبطهم والمضبطات إلى جهات التحقيق المختصة وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة التصدي لأية محاولات إرهابية أو متطرفة تحاول تهديد أمن الوطن العزيز وأمان مواطنيه دعيتنا للمجميع إلى التعاون ومدي جسور التواصل مع أجهزة الوزارة المختصة بما فيه الصالح العام ترجمة نانسي قنقر